دوليا أعلنت عمدة واشنطن العاصمة ليلة أمس عن فرض حضر لتجول في عموم المدينة وسط توترات متصاعدة بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من البيت الأبيض على خلفية وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية والذي توفي على يد شرطة من يابوليس وكتبت عمدة واشنطن في تغريدة بتويتر أنها أمرت بنشر الحرس الوطني في المدينة لدعم الشرطة وسبق أن نشرت أكثر من عشر ولايات أمريكية آخرها دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في البلاد ومع تصاعد التوتر في كثير من أنحاء البلاد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد قوات الجيش للتدخل سريعا لردع الاضطرابات المصحوبة بأعمال عنف تجاه المتظاهرين متهما اليساريين المتطرفين بالوقوف وراء أعمال الشغب ودع ترامب سلطات المحلية في الولايات لأن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم مهددا باستخدام القوة العسكرية غير المحدودة في حال اقتضت الضرورة